اهلا بكم في مال واعمال أنا دينا سالم تسعى دولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية المرتبطة بأكثر من مئة قطع سنتحدث عن قطع المقاولات والتشهيد والبناء في مصر مع ضيفي الدكتور سيف الدين زايد أستاذ التخطيط والاقتصاد العمراني كما نناقش الليلة الأهمية الاقتصادية لتطوير يوميكانة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية مع ضيفينا الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي أما مستجدات سوق النفط العالمي فيحدثنا عنها المحلل الاقتصادي أحمد البداية من مجلس الوزراء الذي وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للمجلس ويتكون من عضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات إضافة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية تأتي الخطوة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السياحة إلى جانب متابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو الحركة السياحية 98.5% من المصريين تصل إليهم مياه الشرب أما النسبة المتبقية فتتواجد في أماكن نائية ويصعب توصيل شبكات المرافق إليها لكن تصل المياه إليها بوسائل أخرى كان هذا جزءا من كلمة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في ملتقى بنات مصر مدبولي قال أيضا أن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري وصلت إلى 38% بعد أن كانت 11% في 2014 مؤكدا أن الدولة تسعى لتغطية الريف المصري كاملا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة مستوى قياسي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي حيث وصلت إلى 31 مليار و400 مليون دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق مرتفعة بـ 13% على أساس سنوي كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019-2020 استقرت عند مستوى 27 مليار و800 مليون دولار بعد ارتفاع استمر لعدة جلسات مؤشرات البورصة المصرية تستقر في المنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم المؤشر الرئيسي EGX 30 تراجع بأكثر من 13% مسجلا أحدى 10149 نقطة أما التراجع في المؤشر السبعيني فكان بنحو 1.18% والتراجع في المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 كان بـ 1.14% وأغلق عند 3855 نقطة مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير بعده نلقي الضوء على أهمية قطاع المقاولات والتشهيد والبناء في مصر مع الدكتور سيف الدين زايد أستاذ التخطيط والاقتصاد العمراني ابقوا معنا أهلا بكم من جديد صناعة البناء والتشهيد وقدرة المشروعات القومية التي طرحتها الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة من أبرز المحاور التي نقشها ملتقى بوناتو مصر نستفيد في هذا الموضوع أكثر مع الضيفي الليلة الدكتور سيف الدين زايد أستاذ التخطيط والاقتصاد العمراني مساء الخير يا دكتور ونحب أن نبدأ مع حضرتك بداية بالحديث عن حجم ما تحقق في مصر في قطاع التشهيد والبناء وأيضا البنية التحتية خلال السبع سنوات الأخيرة وإحنا نتكلم عن العمران اللي حصل في مصر في الفترة الأخيرة اللي هي من 2014 لغاية النهاردة في خلال السبع سنوات حصلت طفرة عمرانية الطفرة العمرانية دي كانت من خلال استراتيجية عمرانية مدروسة تناولت المشاكل وأسباب المشاكل وحل هذه المشاكل وطرح أفكار جديدة علشان نعمل تنمية عمرانية مستدامة ونخرج برا الخمسة في المية أو الستة في المية اللي كانت مصر شغلهم فقط وده اللي حصل فعلا بدأت هو تاريخيا المصريين دائما يفضلون السكن حول نهر النيل يعني فعلا مشكلة متأصلة من سنوات وعقود طويلة جدا هي ممكن كانت الفكرة دي حضرتك زمان كانت موجودة ليه لأن كانت الحرفة الأساسية والمهنة الأساسية المصريين هي زرعة بالزبط فكان شيء طبيعي لو أنا بزرع يبقى هبحث عن مادبة الماء اللي هو هيطلع للزرعة فكان شيء طبيعي أن المصريين يسكنوا حواليه نهر النيل لكن النهاردة أصبح عندي في صناعة في تجارة في بيترول في بيترول في غاز في عماصر اقتصادية وقواعد اقتصادية متعددة ومختلفة النهاردة أصبحنا في 20-21 يعني رقم مختلف وحياة مختلفة طيب اللي حصل في 2014 الدولة كان عندها الإرادة السياسية يعني احنا كان عندنا مشاكل من فترة طويلة والحلول معروفة من فترة طويلة ولكن كنا نفتقد للإرادة السياسية من 2014 بدأت الدولة في أوج الإرادة السياسية لها وفعلا بدأت تضع المشاكل اللي كانت مركونة من سنوات طويلة جديد يعني مشكلة زي مشكلة الإسكان العشوائي من سنوات عديدة من أيام الستينات بدأت في الستينات الدولة دخلتها ودخلتها بأسلوب علمي صنفت الإسكان العشوائي إلى إسكان عشوائي خطر وإسكان عشوائي غير مخطط بدأت بالإسكان العشوائي الخطر ولو رجعنا بالذاكرة شوية هنلاقي أن في 2008 حصلت كارثة اللي هي صخرة الدويئة اللي وقعت على الناس ومات وكانت قصة يعني كانت فاجعة فاجعة درامية رهيبة وفعلا من 2014 بعد التصنيف تمولت الدولة الإسكان العشوائي الخطر وتعاملت معاه بأسلوب متحضر بأسلوب متحضر إزاي؟ من 2014 لم يوهان مصري يعني إيه لم يوهان مصري؟ جت الدولة قررت أنها تزيل منطقة ماسبيرو مفيش مصري تلقى في الشارع مفيش مصري واحد اترمى في الشارع كان فيه تلك بدائل قصاد الناس دي يقام كل واحد يتعود تعويض مناسب فعلا دي أول نقطة يأخذ وحدة سكانية مؤسسة بالأجهزة القهربية بكل حاجة ده كان بديل تاني البديل التالت أنه ينتظر لحين إنشاء الوحدات الجديدة في نفس المكان ويأخذ وحدة مؤقتة على حساب الدولة يبقى كان الهدف عندنا والاستراتيجية موجودة ولكن لم يتم امتهان قرامة مصري واحدة يعني أوجدنا الحلول لقاتني هذه المساكة ممكن أجد حل ولكن يبقى فيه ضحايا لا من 2014 مفيش ولا ضحية مصري واحدة دي أول جزئية تعاملت الدولة مع الإسكان العشوائي الخطر انتهى السمادي 2021 لأن فعلا كله انتهى تم صرف عليه 40 مليار جنيه ما بين تعوضات وإنشاءات كل ده ده كان محور من المحور الأساسية في المحور تاني وبعد كده الدولة بتنهج بقى منهج في الاستراتيجية مش بتاخد محور تخلصه وبعد كده تبدأ في المحور التاني لا دي بتشتغل في المحور كلها برقل كلها على التوازي في نفس الوقت يعني في نفس الوقت اللي كان بيت الدولة بتتعامل مع الإسكان العشوائي في نفس الوقت اللي الدولة بتعمل محاور وطرق جديدة وكباري جديدة في ناس كتير بتقول الطرق دي رزمتها إيه والكباري دي رزمتها إيه احنا عايزين مصانع مش هقدر أعمل تنمية ولا قواعد اقتصادية لأي شيء من غير طرق ومن غير كباري ليه؟ لأن هي الطرق دي هي اللي بتوفرلي الوقت هي اللي بتنقلي العمالة هي اللي بتنقلي الماتيريز المواد الخام هي اللي بتنقلي المونتن يبقى الطرق أساسي التنمية العمراضية من غير طرق ومن غير محاور سريعة ما كانش ممكن نعمل أي قاعدة اقتصادية وأي تنمية عمره دي ده كان المحور الثاني في نفس الوقت الدولة بتقيم الجيل الرابع من المدرين الجديدة احنا شفنا الجيل الأول شفنا الجيل الثاني البنج جيدة بدأت في 1880 أيام زائم السادات وتطورت من الجيل الأول للتاني للتالت النهارة ده الجيل الرابع العاصمة الإدرياء الجديدة منطقة الجلالة الروبيكي العالمين الجديدة مدن زاكية كلها وكلها بتدار على أعلى تقنية موجودة ده بالنسبة للجيل الرابع يعني بعد كل ما نفذ على أرض الواقع هل يمكننا القول بأن مصر أصبح لديها رؤية جديدة للتخطيط العمراني مصر لها تجربة ورؤية في التخطيط العمراني نابع من جواها أن احنا النهاردة بنعمل تخطيط يتناسب مع إمكانياتنا ومع العدد احنا في مصر النهاردة بنزيد كل سنة كل سنة بنزيد 2.5 مليون كل سنة كل سنة بيبقى فيه 900 ألف زيجة بتتم سنويا يعني أنا كل سنة بيحتاج 900 ألف شقة جديدة للزواج الحديث ده بخلاف أن فيه وحدات سكنية كثير بتتقادم فمحتاج أعمل حاجة اسمها بما يتناسب مع الإحلال والتجديد صحيح برضو عنصر ثالث اللي هو العجز التراكمي أنا عندي وحدات ناس كثير ما قدرتش تاخدها نتيجة ضعف الدخل من سنوات عديدة يبقى عندي عجز التراكمي يبقى أنا كان لازم الدولة دخلت هذا المجال وبدأت تنشئ وحدات معدلات انتاج الوحدات النهاردة في مصر سبقت معدلات عالمية نسب الإنجاز اللي بتحقق النهاردة أكتر من أي نسب قياسية موجودة معالة توازي برضو الدولة طرحت مبادرات عديدة في التمويل العقاري النهاردة تمويل العقاري بنسبة 3% الفايدة وبتقصت على 30 سنة وحدات سكنية وأهمية هذا الأمر أنه بيستهدف الشريحة اللي كانت بتجد ربما صعوبات في أن هي تحصل على وحدات لأنها بتحتاج أموال نقدا ربما تفوق قدرة معظم من ينتمون إلى هذه الشريحة نموذج البناء مختلف مما لا شك فيه الآن أصبحنا نرى ترس مختلفة للبناء أحب أخذ رأي حضرتك في هذه الطرز الجديدة أصبح عندنا نطحات سحاب في أماكن محددة تشبه كثير من المدن الحديثة لكن السؤال إلى أي مدهية ملائمة للطبيعة المصرية أو الضوق المصري أو المناطق التي تنشأ فيها أقول لحضرتك حاجة إحنا كل منطقة لها خصوصياتها وكل منطقة لها متطلبها المخطط النهاردة لما يجي خطط منطقة زي العالمين منطقة فيها استعمالات كتيرة واستعمالات متدخلة ولها خصوصية إن فيه جزء يطل على البحر كان بالضرورة إنه يتعامل مع الرأسية عشان يستفيد استفادة كاملة من الأرض ومن قيمة الأرض لكن هنبص في مناطق أخرى مثلاً زي مدينة الشروق أو زي مدينة زايد هتلاقيه بيتعامل مع التخطيط على المستوى الأفقي فما عندناش نموذج ينفع نعممه على جميع الأراضي المصرية أنا لما بخطط في العالمين لغير لما بخطط في المنصورة الجديدة لغير لما بخطط في الفيوم الجديدة كل منطقة ولها خصوصياتها ولها مدخلاتها ولها مخرجاتها ما أقدرش أحط نموذج ثابت صلب أعممه من اسكندرية الأسوان هتبقى مش نبعة من البيئة العمرانية لأنني أنا لازم أخطط حاجة تتناسب مع البيئة العمرانية الموجودة في نفس المكان طيب إذا تحدثنا عن المشروعات المنفذة الآن ما تقييمكم لمشاركة القطاع الخاص فيها؟ اللي حصل أن الدولة النهاردة بتعمل بفكر خارج السندوق كانت الأول الدولة بتوزع الأراضي على المطورين والمطور بيدفع فلوس ويعمل المنشأ ويبيع الوحدات النهاردة الدولة من خلال حقيقة المجتمعات العمرانية الجديدة بتدخل في شراكة مع القطاع الخاص بقيمة الأرض هذه الشراكة بتتيح لها العديد من الوحدات السكنية الوحدات من خلال مستويات اقتصادية متعددة سواء إسكان محدود إسكان اقتصادي إسكان متوسط إسكان فمتوسط يعني الدولة النهاردة بتخاطب جميع الشرايح بتلبي احتياجات جميع الشرايح في الاحتياجات الأساسية يبقى الدولة النهاردة بتدخل في شراكة حتى تكون لها نصيب في السوق العقاري وبعد كده الدولة النهاردة لما بتطرح وحدات سكنية بأرقام كبيرة في العدد بتعمل تهدئة بالسوق العقاري لأن لو القطاع الخاص في الأسعار تقسر طبعا لو القطاع الخاص هو اللي تحكم في قيادة قاطرة الإسكان الأسعار هترتفع مع محدودية دخل المواطن المصري فهتبقى بعيدة قوي عن مستوى حياة المواطن المصري أن الدولة النهاردة زي ما قلنا عندها أرادة سياسية بس عندها هدف أساسي واحد وهو رفع جودة الحياة للمواطن المصري هو ده التارجة الأساسي في كل خطوات هي النهاردة لما بتعمل طريق جديد ليه؟ عشان لما يرجع من شغله يرجع في وقت قليل تلوز بيئي أقل انبعاس حريري أقل كسفة مروري أقل يبقى كده المواطن رجع بيته مرتاح وكل الخدمات بتكون متاحة بشكل قريب من المجمعات السكنية حتى اللي بتنشأ تحت مظلة المبادرات الحكومية الدولة من 2014 خادت على عاطقها مفهوم للإسكان مختلف قبل 2014 قبل 2014 كان المسكن هو مأوى بنبني وحدات سكنية في 6 أكتوبر الحي الـ 12 والحي الـ 11 والحي الـ 8 عشان نجيب الناس من هنا يباتوا هنا والصبح كلهم يروحوا اللي بيشتغل في العشر من رمضان اللي بيشتغل في المهندسين لكن النهاردة بقى مفهوم المسكن من 2014 المسكن ليس مأوى المسكن فيه خدمات عامة فيه بنية أساسية خدمات عامة تتمثل في التعليم والمستشفى واسم البوليس دميع الخدمات العامة الـ Infrastructure الطرق سهولة الوصول النهاردة في المونيريل حيتنفس في أكتوبر خلاص تم قطع نسبة كبيرة فيه خلاص فدله كام شهر ويتنفس فعلا طبعا تطورات مهمة جدا وسعداء أننا بنشهد هذا التغير يوم بعد يوم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور سيتي الدين زايد أستاذ التخطيط والاقتصاد العمر علي شكرا جزيلا مشاهدين الكرام نتوقف مع فاصلا آخر ونلتقي بعده الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي للحديث عن تطوير المنافذ الجمركية ودور التشريعات في دعم المصدرين كونوا معنا أهلا بكم من جديد تشهد مصر طفرة جمركية غير مسبوقة تسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية وهذا من خلال قانون الجمرك الجديد الذي يتضمن ممارسات عالمية تساعد على تنشيط حركة التجارة الدولية نتحدث عن هذا الموضوع مع الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي أهلا وسهلا يا دكتور وخلينا بداية نتحدث عن خطة تطوير المنافذ الجمركية بشكل عام برأيك كيف ستؤتي ثمرها للمتعاملين وأيضا المواطنين معها بسم الله الرحمن الرحيم في البداية حب أرحب بحضرتك وبالساعدة المشاهدين أنا عايزة أبدأ كلامي من كلمة مهمة جدا لها فخامة الرئيس مصر ما كانتش مستفيدة من موقعها الجغرافي الكلمة دي مهمة جدا وفي غاية الخطورة إحنا دايماً ميزة من المزايا التنفسية للاقتصاد المصري نحن بنقول مصر بتتمتع بموقع استراتيجي ما بين أوروبا وأفراقيا وأسيا إلا أن الصناعة المصرية ما كانتش مستفيدة من هذه الميزة الميزة دي تفرق معنا في إيه أو تفيدنا في إيه وجود مصر على أهم مجرم راحي عالمي ألا وهو قناة السويس بيسمح لنا في سهولة في دخول المواد الخام وسهولة في خروج المنتجات والبضاء فالمفروض أن ده السهولة دي بسبب موقعنا الجغرافي المعنى أن يخش للمواد الخام المصنع بتاعي أسرع وقت ممكن وأسهل طريقة ممكنة وأقل تكلفة ممكنة ولكن إحنا كان دايما عندنا عقبة موجودة في المنافذ الجمركية ما كانتش العقبة دي بتخلينا نستفيد بميزة وجودنا في هذه المنطقة الاستراتيجية يعني إيه أنا المفروض كمصنع لما يجيلي مواد خام من أي دولة تانية في العالم المواد الخام دي توصل الميناء تبقى فورا موجودة في المخازم بتاعتي فبالتالي خطوط الإنتاج عندي ما تقفش وما تفعش أرضيات للميناء وما تفعش حراسة وما تفعش أي أشياء أخرى ولكن بسبب الطرق البداية اللي كانت موجودة في المواني المصرية في السابق كانت للأسف الشحنات بتتعطل في الميناء فترات على بال ما نعمل لها تحليل عشان نتأكد أن ما فيش فيها مخدرات أو متفجرات أو ما فيش فيها سلع مقلدة أو سلع زاد جودة أو غير متبقى للمواصفات فدي كانت المشاكل اللي بتقابلنا فدايما كان فيه عندنا عقبة أن الخماد بتتعطل في المواني أو البضايا وإحنا بنصدرها كمان بتتعطل فمش قادرين نستفيد بميزة السهولة أو الموقع الاستراتيجي لمصر التطوير الجمركي بدأ يحصل في مصر من 2015 ارتباطا باتفاقية تسهيل التجارة الدولية اللي مصر وقعتها مع منظمة التجارة العالمية مصر صدعتها الاتفاقية دي في 2019 ومن أهم الخطوات اللي الاتفاقية دي بتقدمها لمصر هو الرابط التكنولوجي ما بين المنافذ والجمارك المصرية والمنافذ والجمارك على مستوى العالم بحيث أن الشحنة أو الكونتينر قبل ما يخرج من دولة المنشأ هم بيعملوله فحص بيعملوله فحص بالإكس ري وبيعملوله تحليل للمواد الموجودة جواه فبالتالي من أول ما خرج من دولة المنشأ احنا جلنا شهادات الفحص دي من خلال هذه الشبكة اللي بتشرف عليها منظمة التجارة العالمية ما فيش تدخل في هذه الشبكة ولا للمستأولد ولا للمصدر ولا للمصنع دي معاملات حكومية بحتة فبالتالي لما هتوصل الكونتينر هنا أو الشحنة هتوصل للمينة المصري أنا ما عنديش ضرورة تخليني أعمل لها فحص مرة تانية لأنها من ساعة ما خرجت من دولة المنشأ هي عندي شهادات الفحص بتاعتها فبالتالي الشحنة هتوصل للمينة المصري هتكون فورا في المصنع إذا كانت مواد خام أو إذا كانت منتجات هتكون فورا في السوق فالمسألة دي هتختصر علينا إجراءات كبيرة جدا كانت بتضيع كانت بتستغرق في استخراج الشحنات دي هتوفر علينا تكلفة التكلفة اللي كانت بتستغرقها وجود الشحنات دي في المينة من خلال أرضيات وحراسة وخلافه الطريقة دي هتحل لنا أزمة كبيرة جدا إحنا كنا بنعاني منها وهي خطورة المنتجات مجهولة المصدر والمنتجات الرضيئة لأن المنتج الرضيئ من البداية مش هتطلع من دولته وخاصة مع تصريح فخامة الرئيس إن ابتداء من مارس القادم مارس 2022 ما فيش منتج مش مستوفي للمواصفات الأوروبية هيدخل مصر أو مش هينزل من على السفينة نفسها فبالتالي ده هيحل تقدس كبير كان موجود في المواني المصرية هيسمح لنا بسهولة كبيرة جدا في التجارة الدولية ويسمح لمصر بالتوسط أكتر في التجارة الدولية يعني عايزة أركز على نقطة حضرتك أثرتها في البداية قصة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والركز عليها طبعا سيادة الرئيس يعني إحنا بنعرف دول قد كده وبتستفيد فقط من ثقافة اللوجيستيكس والموانئ ويعني حتى لو دولة حبيسة ممكن تقدر تستغل موقعها في أنها تسهل الحركة في التصدير والاستيراد خلينا نتكلم على مشروع نافذة وأثروا على سرعة الإفراج الجمروكي عن السلعة جهة واحدة هتعامل معها المصدر أو المستورد لا فيش أي جهات أخرى هي جهة واحدة وهو شباك واحد ومنفذ واحد لاستخراج الشحنة أو لتصدير الشحنة بغض النظر عن طبيعة هذه الشحنة؟ بغض النظر عن طبيعة الشحنة دي بل النظام الجمروكي الجديد اللي مصر هتبدأ تتبعه هيسمح لنا أن مش كل الشحنات كمان هتبقى محتاجة لتحليل والفحص طالما فيه شهادة المنشأ المرتبطة بالشبكة المعلوماتية الخضعة لمنظمة التجارة العالمية الشحنة دي ممكن ما تتفحصش في مصر يبقى بتعمل فقط مجرد فحص عشوائي زي ما فهمت الرئيس تكلم أغلب المواني العالمية النهاردة بتدار من خلال خمس أفراد يعني يمينا بمنتهى الضخامة كل اللي بيديره مكينات ومعدات وأجهزة كمبيوتر مفيش استخدام للعنصر البشري ودي وسيلة مهمة جدا للقضاء على الفساد يعني خلينا نكون صرحاء مع أنفسنا مصر زيها زي كل دول العالم بتواجه مشكلة في مكافحة الفساد الفساد موجود على أي دولة ولكن الطرق والكيفية اللي حضرتك بتكافح فيها الفساد هي دي كانت العنصر المفقود في مصر لكن النهاردة الجهات الرقبية في مصر بقى عندها خطة واضحة وخطة محكمة للقضاء على هذا الفساد من خلال منع التعامل ما بين العنصر البشري مفيش مواطن يتعامل مع موظف حكومي لأن هي دي الفرصة المتاحة للفساد أو الإفساد لو المواطن بيتعامل مع شاشة كمبيوتر مفيش قدامه غير اتباع التعليمات لو الموظف هو كمان بيتعامل مع أوراق حضرتك بس على شاشة كمبيوتر مفيش فرصة تانية للفساد ودي كانت الطريقة الواضحة للعالم اتباعها ودي الطريقة الحديثة النهاردة اللي مصر بتتبعها كان ناقصنا أدوات تكنولوجية وكان ناقصنا معدات وكان ناقصنا أن إحنا هيبع عندنا المنظومة أنا ببشر المصريين النهاردة المنظومة دي موجودة على أرض الواقع فبالتالي إلا هيترطب على وجود المنظومة دي مزيد من الفلترة مزيد من منع دخول المنتجات المشوهة ومجهولة المصدر ورديئة الجودة وده كله بيصب في مصلحة المستهلك المصري والصناعة المصرية خلينا نوضح أكتر للسادة المشاهدين إيه المشكلة الكارثية اللي كنا بنعاني منها المشكلة الكارثية كانت الإغراق اللي حصل الصناعة المصرية على مدى عشرين سنة السوق المصري كان بيهرب إليه منتجات مجهولة المصدر ورديئة الجودة وبالتالي ما كانش فيه قدرة عند المستثمرين أو الشباب إن هما يبدأوا الحلقات الأولى من التصنيع لأن المنتج الرديئ بيجي من الخارج يدخل المستهلك المصري مش قادر يميز الفرق بينه وبين المنتج الجيد حضرتك هتقولين أنا مش هقدر أصنع أنا مش هقدر أنافس لأن أنا عشان أعمل منتج زوجودة عالية لازم أصرف عليه هجيب له خمات كويسة هجيب عامل متميز عشان أقدر أطلع الإنتاج ده لأ فيه منتج بينافس حضرتك في السوق هو فيه منتهى رضاقة ولكن كمان هو سعر رخيز جدا فإحنا عشان نحي الصناعة المصرية مرة تانية وزارة التجارة والصناعة أصدرت القرار رقم 43 لسنة 2016 بمنع دخول أي منتج المصنع بتاعه مش مسجل في مصر فكانت أول خطوة من إحنا بنقول أي مصنع عايزة تعامل مع السوق المصري لازم يجي يسجل في الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات ولازم نتأكد من نظم الجودة اللي بيتباعها ولازم يكون خاضع لإشراف منظمة من منظمات العالمية للجودة زي الأيزو مثلا فدي كانت أول خطوة عشان لما المنتج بتاعه ينزل السوق المصري لو فيه أضرار أصابة المستهلك الدولة تقدر ترجع المصنع ده نعرف هو فين ومين صاحبه ومدي بتعوضات عشان كمان نفرض على هذا المنتج أنه يبقى ليه شهادة ضمان لأن دي كانت كلمة مفقودة في كتير من المنتجات اللي بيتم تدولها في السوق المصري فمسألة حماية المستهلك وتشجيع الصناعة المصرية وسهولة وخروج ودخول السلع والبضائع كلها مرتبطة بالمنافذ والجمارك نعم طيب دكتور زمن الإفراج الجمركي حينخفض بأي نسبة بعد هذه التطوير مفيش حاجة اسمها زمن خلاص أنا زي ما بقول لحضرتك بدأ ابتداء من مارس 2022 المنتج هيجي مصر الشحنة هتوصل لمصر معها شهادة الإفراج الجمركي بتاعها فمفيش احتياج أنها تفضل موجودة في الميناء طيب ده هيكون تأثيره إيه على أسعار السلع المختلفة هيكون تأثيره على أسعار السلع في السوق المحلي لانخفض لأننا النهاردة لو كان الشحنة دي بتفضل في الميناء بيتصرف عليها حراسة وأرضيات وكذا كل هذه التكلفة تشالت من تكلفة الإنتاج فأنا النهاردة اديت ميزة تنفسية للمصنع اللي هيشتغل في مصر الخماد خلاله رخيصة جدا فيقدر هو كمان ينافس في التصدير لأنه هيبع عنده ميزة سعرية كويسة جدا المستهلك المصري هيلاقي المنتج في السوق بسعر أرخص حقيقي احنا بنحاول ننقي يمكن المستهلك اللي يتعود على استهلاك المنتجات الرضيئة يواجه مشكلة في البداية إلى أن يبقى فيه بديل محلي مصري لها ولكن هو ده السبب اللي خلت دولة تعلن من النهاردة اللي يحصل في مارس 22 عشان السوق يبدأ يستعد ويبدأ يتكيف على هذا الوضع وعشان نمنح للشباب فرصة للصناعة الدولة النهاردة في معهد لتحديث الصناعة المعهد ده عمل دراسات على فطورة الاستراض المصرية شفنا إيه المنتجات اللي مصر بتستوردها واللي بتستنفى استقطنا في الاستراض وعلى هذا الأساس لما بقت مصر النهاردة بتعمل مجمعات صناعية أصبح التخصيص في هذه المجمعات هو تخصيص نوعي يعني احنا عارفين إن احنا ناقصنا منتجات ملابس في السوق فاحنا عاملين النهاردة وحدات صناعية متخصصة في صناعة الملابس ومهيئة إن أي شاب أو رجل أعمال محلي أو أجنبي ياخد التخصيص بتاعها الوحدات دي كاملة الترخيص فهو فوراً وقت ما هيستلم الوحدة بتاعته هيقدر يشغل خطوط الانتاج وفوراً يقدم المنتج ده للسوق فاحنا قريبين جداً لمسألة الانتاج حلالي أنا بشكر حضرتك جداً دكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي على وجودك معه شرافنا يا قدنا مشاهدين الكرام نتوقف مع فاصلاً أخير وبعده نتطرق لسوق النفط العالمي والتحركات فيه مع أحمد نجم المحلل الاقتصادي أهلاً بكم من جديد رفعت وكالة طاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل بمقدار 85 ألف برميل يومياً ليصل إلى 3 ملايين ومائتي ألف برميل يومياً هذه التقديرات جاءت بعد أن قالت الوكالة أن انتشار توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيعزز الطلب الكامل على النفط هل هذا ما سيحدث؟ الإجابة نتعرف عليها من ضيف أحمد نجم المحلل الاقتصادي أهلاً وسهلاً أحمد وأحب أعرف منك بداية ما هي الرؤية بخصوص الطلب على النفط مع انتشار اللقاحات أهلاً بك يا أستاذ دينا طبعاً يمكن احنا نرجع للموضوع من بدايته أول ما كان العالم في إغلاق تام وابتدينا اللي احنا نشوف عودة واكتشاف للقاح ثم بعد كده موافقة ثم بعد كده خطوات كتير حتى اللي احنا بتدينا نشوف نسبة فعالية كبيرة للقاح وشوفنا يعني نوع كبير جداً من عمليات التوزيع وثم بعد كده النسب دي هتبقى متاحة ولا لأ وهتبقى جيدة ولا لأ ثم بعد كده لقينا أن الأرقام ببتدي تتحسن بشكل كبير جداً وبتدينا لقينا أن في معدل نمو وطوقات بمعدل نمو وعالي ثم بعد كده تدينا نشوف أن الطلب على النفط تتحسن أسعار النفط اللي كان لها دور أيضاً في ذلك فكل الأمور دي ساعدت في أن نشوف ارتفاع في أسعار النفط نرجع تاني لموضوع اللقاحات يعني اللقاحات حالياً حتى مع انتشار سللات جديدة وزي ما بنشوف حتى في الصين اللي كانت أكثر تشدداً مع ظهور بعض البوادر لفيروس دلتا ومتحور دلتا شوفنا أن الصين كانت تبتدت أن هي تعمل قيود ليست بالإغلاق ولكن قيود بعملية زيادة الفحصات زيادة التلقيح كل هذه الأمور ولكن لن تصل إلى حد الإغلاق كل الدول حالياً ابتدت أنها تتعامل مع الفيروس على أنه أمر عادي موجود هيظل معنا لفترة أطول يعني بعد الفترة اللي احنا شاهدناها في العام الماضي كان حتى الإغلاقات والدول اللي اتبعت سياسة الإغلاقات لم تؤدي يعني السمار ولم تؤدي إلى نتيجة تخفيض عدد الإصابات بل شوفنا في بعض الدول كتير جداً شوفنا زيادة في معدل الإصابات لذلك مع وجود اللقاح ومع وجود التلقيح بشكل أكبر هنبتدي إحنا نشوف ارتفاع في معدلات النمو توقعات بارتفاع معدلات النمو وهذا ما حدث يعني إحنا فكرتنا في العام المقبل العام المقبل هل موضوع ارتفاع معدلات النمو بالشكل اللي احنا أو توقعات بارتفاع معدلات النمو بالشكل اللي احنا شايفينه هل هتفضل يعني إيجابية بشكل كبير أم أن إحنا نبتدي نشوف بعض التخفيضات لهذه التوقعات لأنها في حقيقة الأمر بعض التوقعات مبالغ فيها حتى على يعني ليس على البلاد فقط وعلى الدول فقط ولكن أيضا على حتى الشركات فهي دي المعضلة اللي ممكن هنتكلم فيها الفترة اللي جاي لكن ما فيش شك أنه كل الدول وكل الشركات والقطاعات كانت مخنوئة في سنوات كورونا فتوجد شهية لعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة العمل حتى مع استمرار تهديد كورونا ده حقيقي ويعني بس إحنا تريد أن نقول التوقعات المبالغ فيها يعني على سبيل المثال المعدل الإنتاج والطلب اللي موجود حاليا هو ليس ببعيد بشكل كبير جدا عن ما قبل كورونا الأسعار مرتفعة بشكل كبير عن ما قبل كورونا لماذا؟ لأن يعني الأوبك لابت على دور تخفيض المغزون بشكل كبير جدا والضغط على الدول لتخفيض مغزوناتها لأن كنا نشوف في الصين مثلا في بعض الأوقات كانت تقول أنها تبتدي الضخ من مغزوناتها وبالتالي يعني مع الارتفاع الأسعار تبتدي الضخ وتبتدي تستغنى عن الاستهلاك نوعا ما ثم بعد ذلك نشوف انخفاض في النفط فالأوبك بتدت تلعب على السياسة دي قدت لنجاح نوعا ما وبالتالي أن نحن نشوف ده حتى مع ألان الصين الأخير وأمريكا على ضغط من المغزون يعني لم تؤتي بأي سمار الأولوات المتحدة بتشوف نوعا ما بعض من التهديدات الطبيعية بالنسبة للأعصير وما إلى ذلك هذا أيضا أدى إلى انخفاض في الانتاج بشكل كبير جدا توقعات بتشير إلى أن حتى لنهاية العام هتظل بعض المناصلات متضررة وأن عجز في الانتاج هيوصل ليه حوالي 200 ألف برميل فكل الأمور دي ساعدت بعض الشيء في موضوع أسعار النفط أنها تكون مرتفعة ومحافظة على أسعار الحالية لكن الوكالة بتقول أيضا أنه بحلول عام 2022 هيكون المعروض من النفط كافي للسماح بزيادة المخزونات كيف سيحدث ذلك؟ لأن يعني نرجع تاني برضو لموضوع التوقعات التوقعات في العام 2022 ربما هتكون متغيرة بعض الشيء وهتأدي لصدمة بعض الوقت في الأسواق لأن يعني كما بنشاهد التقديرات دائماً بتتم على الربع الماضي من العام الماضي فالعام الحالي اللي احنا بنشاهد فيه شاهدنا في بداية ربعه كان التوقعات كبيرة جداً وأيضاً الأرقام أقلت كبيرة جداً ولكن في مقارنة عام 2022 هتكون مع مقارنتها مع العام 2021 هتكون مخيبة بعض الشيء في التوقعات المفرطة ده أمر أيضاً البنوك المركزية في العام المقبل هتلجأ إلى عملية تجديد في سياساتها النقدية وبالتالي تجديد في سياسة نقدية يعني كم الأموال اللي تم دخه ده هيبتدي أن هو يعني يحصل عليه عملية تابرينج وتبتدي أن احنا نشوف انخفاض بعض الشيء في بعض القطاعات الأموال اللي احنا بنتكلم عليها دي مع سحبها أو مع عملية زيادة رفع سعر الفايدة وسحب هذه الأموال هتبتدي اللي احنا نشوف أن بعض القطاعات اللي كانت ممتعشة بواقع هذا الأمر ابتدت أن هي يتحقق بعض الانخفاض فبالتالي هنشوف تأثيره على أسعار النفط نعم هنشوف تأثيره على أسعار النفط ويبتدي بعض الدول أن هي تحقق المخزون أيضا هناك بعض الدول اللي هي تأثيره على أسعار النفط هيكون إزاي؟ تأثيره على أسعار النفط وأكيد هيكون بالانخفاض مع الطاقات اللي احنا بنتكلم فيها بعض الدول أيضا يعني لم تتضح رؤيتها بعد في هل هي هتكون الكمية اللي بتنتجها موجودة في الأسواق إيران مثلا وإتفاقها مع الولايات المتحدة هل هيتم أم لا وزير النفط الإيراني يتكلم على حوالي 6 مليون برميل مع أن التقديرات الحقيقية للإنتاج للنفط الإيراني حوالي 3 مليون برميل الثلاث مليون برميل الآخرين دول بيتحدثوا على أنهم هيتموا من عملية المغزون الموجود في إيران فده شيء أيضا لدينا المنصات في النفط الأمريكية بتتوقع أن هي ترتفع يعني احنا شاهدنا انخفاض كبير جدا من حوالي 860 منصة لحوالي 20 منصة ثم بعد كده شوفنا يعني في العام الحالي ارتفاع مرة أخرى لحوالي 400 منصة ومرشحة فيه زيادة مع كل ارتفاع لأسعار النفط نتيجة لأن النفط الصخرري الأمريكي مرتفع تكلفة فبالتالي كل هذه الأمور ربما تؤدي إلى زيادة في الإنتاج ومع كل ارتفاع في أسعار النفط هنجد أن فيه منتجين جدد هيخشوا لأسواق وبعض المنتجين اللي كانوا متضررين هيبتدوا أن هم يزيدوا من عمليات الإنتاج وده احنا شوفناه فعلا في اختلافات الأوبك الأخيرة في الأربعين سنة الأخيرة انخفض اعتماد الدول على النفط كمصدر رئيسي للطاقة بـ 15% تقريبا مقارنة بارتفاع في الطلب على الغاز بـ 7% ومع ذلك الوكالة تتوقع ارتفاع الطلب على النفط كيف نفهم هذا؟ هي الفكرة دايما بتكون فيها هل التوقعات دي بعيدة المدى أم متوسطة المدى أم قصيرة المدى التوقعات اللي بتتحدث عنها دايما منظمة الطاقة أو الأوبك هي توقعات ليست ببعيدة المدى لأن بعيدة المدى من المؤكد أن أسعار النفط هتكون منخفضة بعض الشيء وهيبقى منتأكد أيضا أن الطلب على النفط لن يكون بالمعدلات الحالية نتيجة للدخول أو العالم كل يبحث على موضوع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وإنبعثات تقليل إنبعثات الكربون وما إلى ذلك فبالتالي التوقعات على المدى البعيد بالتأكيد هيكون هناك تراجع على النفط ولكن المدى القريب اللي احنا بنتحدث عنه من المؤكد أنه هيكون فيه ارتفاع لأن العالم كما تعبسنا فيه البداية لديه شهية مفتوحة حول عودة الانتاج وعودة الحياة لطبعاتها وبالتالي استهلاكات أكبر وارتفاع في أسعار النفط ربما نصل إلى 80 دولار بشكرك شكرا جزيلا أحمد نجم المحلل الاقتصادي على وجودك شكرا مشاهدين هكذا نصل لنهاية مال وأعمال أشكركم جزيلا على المتابعة ونراكم دائما على كل حير شكرا